السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية مرحبا بكم مرحبا بكم في الحصة السابعة من دروس الوحدة الخامسة في مادة النشاط العلمي للسنة الثانية من التعليم الابتدائي عنوان الوحدة مظاهر الحياة عند الحيوانات عنوان الدرس حيوانات تزحف وحيوانات تقفز الهدف من الدرس وصف التنقل عند الحيوانات التي تزحف والحيوانات التي تقفز ألاحظ وأتساءل أتقصى كيفية انفلات الضفضعة من الثعبان أنجز ألاحظ التجربة ثم أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة بالقفز بالزحف وضوح زحف حلزون ضفضعة ساكنة ضفضعة تقفز بعد سماء التصفيق يتنقل الحلزون والضفضعة يتنقل الحلزون بالزحف والضفضعة بالقفز أستخلص أكتب استنتاجي تتنقل الحيوانات الزاحفة بواسطة تقلص وتمدد عضلات بطنها وتتنقل الحيوانات التي تقفز بواسطة تقلص وتمدد عضلات أطرافها كلمات مهمة زحف غيبتاسيون تقلص كونتخاكسيون تمدد إلانغاسيون عضلات موسكل طرف مامبغ قفز صو أستثمر أصل الحيوانة بآثار تنقله الحلزون الأرنب شكرا لكم أصدقائي على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة